أسهد الله وقاتكم إخواني أخواتي بكل خير معكم ليندا واليوم فيديو جديد على القناة اليوم نخدمه لماشا الأشقر البلاتيني الذهبي وهي ميزة انه يجي بلاتين ولكن في الدوري هذا يليق على السمروات والبلوندات فإذا كنتم حابين تطلعوا لماشتاعكم وتريقلوهم بهذا اللون كل ما عليكم انكم تتبعوا القواعد الآتية لكن قبلها إذا كانوا لماشتاعكم هاك جايين في الأصفر المزعش لشوي أورانج أيضا تقدروا توصلوا لهذه المرحلة إذا كان عنيد وتحطوا هذه السبغة فيتحول إلى أشقر بلاتيني جميل جدا وبالتالي ما تبقوش بالبلوندور بزاف بالإضافة إنه نقدرون نعمل به رنساج للأشقر البلاتيني اللي يكون بلاتين بزاف ومعجبكم شو لكي مشيب فتتحصلوا على النفس هذا اللون اللي هنا في البوني لون جميل جدا وكذلك يتنحكم هذك اللون الباهت وكذلك يصلح للناس اللي ما اشتاحهم بهاته يديروا به رنساج نبدو الساعة بالسبغة سبغة هنا البنات راح نطبقوها على لميش درجة تسعة بش نوصلهم إلى درجة عشرة وبهذه الطريقة منظروا الشعرنا بالبلوندور بزاف هنا جبت طبعا سبغة من مورفوز وهي اسمها تقدروا تشروه في أي ماركة عالمية أشقر عظيم بلاتين ذهبي طبعا في الماركات العالمية نعطيها لكم بالفرنسي اللي هو لبلون اكسترا بلاتين دوري بلون اكسترا بلاتين دوري أما الرقم تاحها في مورفوز هو 12.03 12.03 من مورفوز كل ما علينا يا البنات إننا نجيبوا عبوة ميناء السبغة وقدها بالضبط أكسيدون ثم نطلعوا لمشتاعنا نوصلهم حتى الأصفر موزي فقط ونطبقوا هذه السبغة على الشعر لمدة 15 دقيقة إلى 20 دقيقة أراقبوا السبغة داعكم رح تتحول لمش من أصفر موزي إلى أشقر بلاتيني ذهبي الآن نروحوا للناس اللي رح يسبغة شعرها من ديكابيا ولا دانا لمش بلاتين ولا لمشتاحها حالة فهنا رح نديروا لهم إحياء لون مش معنى إحياء لون اللي هي رنساج والرنساج هو عبارة عن سبغة مؤقتة يحول بالغسل يعني مثلا أنا عندي لمشتاع بلاتين حلولية وزدوا بلاحو ولا لونهم مش مليح وبينوا قدمهم فيهمش اللمعة هنوش نديروا بناتح نجيبوا العبوة هذي كتعم مرفوز دي هي رقمها 12 نقطة 0-03 ناخدوا منها فقط النصف إذا شعرنا طويل جدا يعني حتى يوصل تحت الكتف لكن إذا كاننا قسير ندوا ربع فقط ونهزوا عليه كمية من الأكسيدان مثلا فنجيل أوكسيدان أو بما يقابلها قد السبغة قد الأكسيدان ثم نخلطوهم جيدا لازم تخلطوا الأكسيدان مع السبغة ونزيدوا الفنجيل من الشامبون أي نوع شامبون عندك إلا شامبون القشرة ونزيدوا الخلطه جيدا ونزيدوا 2 فنجيل من الماء أي ما يعادل نصف كس ماء صغير نخلطوا الخلطة هذي حيولي عنا مزيج هكا رغوي وش نديروا نغسطوا شعرنا غير بالماء ونطبقوا الوصفة على شعرنا ونلبسوا ليجان ونبقوا الرغون كلمة الرغون وش معناها؟ معناها إننا ندلكوا الشعر ونقابلوا المرايكة ونحنا ندلكوا فبالتالي رح نرقبوا لما اشتاعنا ولا الديكاباش باش يتحول إلى لون جميل جدا ويرجع اللون تاهم مليح بلما نخسروا شعرنا الطبيعي وما تخافوش علي أصلا لأنه الرنساج لا يغير لون الشعر ليكون شو فاتح مثلا أنا نكون سابغا شعري بالماران غلاسي ودير عليهم ليماش دوغي فكن دير الرنساج رح يتأثروا غير ليماش لأنهم مسحوب لونهم إلى قلب الشعر عكس الشعر الأخر هو مسبوع فقط مثلا عندك الشيبو سابغا شعرك ودير ليماش رح يتأثروا غير ليماش لأن الناسي عندهم بلياج عندهم أمبري إلى آخره يقدروا أيضا يديوا رنساج إحياء اللون رح نروحوا لوحد الفئة اللي هي دارت شعرها أو سابغايته ولا كما نقول نحنا طلع هكا في الأصفر مرور لمليح ونبعد لها تليكم نفس الشيء طبقوا هذا الرنساج على شعركم كامل لكن فقط حبيت نقولكم إذا كنتم دارين ليماش على شعر طبيعي فالرنساج رح يخليهم يهبلوا وأيضا حتى المسبوق ما كان حتى إشكال وشوفوا هنا البنات خليت الصبغة فوق لماش ربع ساعة شوفوا كيف تطلع هذا على طبعا درجة تسعة أما لعى درجة عشرة أحياء بيض وخلاص لكن أنا نحنا نصحكم ديما ديما طلعوا لماش تاعكم درجة تسعة إذا كون حبينا وفي الأشقر بلاتين شوفوا اللون البنات قبل ما ينشف لون جميل جدا وإن شاء الله نعطيكم بالصبغة هذه واحد الحيلة رح تنيكم موحد المشاكل يخرج لكم ديما في لماش شوفوا البنات ها بدا ينشف يعني لون أشقر بلاتيني ذهبي وش الفرق ما بينه بين الأشقر البلاتيني الفضي ولو يقول هذاك هاي يجي أبيض بزيف لكن هذا يجي فيه درجة الذهبي اللي هي الدوغي ويخرج على الصمروات يخرج على البلوندات على الخمريات يعني وأي عروسة إذا كانت حابة لماش فهذا يسموهم لماش الروسي من أجمل درجات العشقر يعني الروسة عندما هذي الدرجة تعال أشقر طبيعيا هاني جبتهاي لكم في هذه السبغة كنت نحاوس على في سبغة رخيصة لأنها معظمهم في سبغات غالية كيما لوريال وغيرها مية وخمسة عشرين الف كذا لكن هذي فقط في مورفوز بخمسة وثلاثين الف واللي عجبني انهم زادوا زيت الأرقان في مورفوز فبالتالي رح تتحصلوا على اللون جميل جدا كيما لفوتوا بالضبط هاوليكم شوفوا رح يخرج لكم هنا في الإضاءة لون جميل جدا جدا والناس يتحب يعني تدير لي ماشي فوق شعر شايب ديروا ميلونج أشقر مخضرة عشيب ثم اجبدوهم زي هاك تخرجوا زي الأجنبيات يعني ما تمنوش روزكم كيفاش يخرج اللون هاوليكم البنائت خدمت لكم لفوتوا نفسها بالضبط اللي طبطوها مني في القروب ما تنسوش رح نخليكم الروابط في الصندوق الوسطى قناتي والقروب بتاعي فشرفوني في القروب رح ندير لكم دروس على الشعر وكذلك المشاركات رهيبة جدا وتهلوا في راهكم ما تنسوش تحطونا لايك إذا عجبكم الفيديو والسلام عليكم